بسلاجر تسليم جوائز التشجيع والتحفيز على الفائزين من مكونات قطع الاقتصاد الاشتماعي والتضامني هذه الجوائز التي سلمت لأربعة عشر تعاونية وثلاث جمعيات منتقاؤها من بين ستمائة عارض وعارض شاركوا في الدورة السابعة للمعرض الوطني للاقتصاد الاشتماعي والتضامني الذي نظمته وزارة السياحة والنقل الجوي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلال الملك محمد السادس في نوانبر الماضي بأقادير اليوم نريد من خلال هذه الدورة من خلال الحفل وحفل التتويج بجمعة من الفائزين بجمعة من شواهد التمييز نريد كذلك أن تكون مناسبة لإعادة تقييم وتوجيهة الشارك فالشاركة التي بيننا وبينها بجمعة من المؤسسات خاصة المؤسسات البنكية نريد أن تتحول إلى شاركة حقيقية تساهم في إنتاج الإبداع، إنتاج الجودة، تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامن في بلادنا وأن لا تكون فقط شاركة موسمية مرتبطة مثل محطة المعرض وبالتالي فاليوم هذا كذلك فيه مزيد من تكريس أهمية الاقتصاد الاجتماعي في المغرب ومزيد من إضاحه وإخراجه عملية الانتقاء تمت باعتماد معايير الانضباط للقوانين المنظمة للقطاع وحكمة التسيير والتدبير والابتكار واحترام معايير الجودة والبيئة واعتماد التمتيلية الجغرافية والقطاعية والنوع الاجتماعي والأطار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع يذكر أن المعرض الذي أقيم على مساحة إجمالية تقدر بـ 12 ألف متر مربع عرف مشاركة 40 عارضا وعارضة من دول بلجيكا وكندا وفرنسا والسنغال وإسبانيا وتونس وأزيد من 600 تعاونية وجمعية ومقاولة اجتماعية وتعاددية من مختلف جهات المملكة ترجمة نانسي قنقر